مرحبا طلاب صف الخامس بهذا الفيديو رح نشرح جهاز التنفسي تكيف الإنسان بالتكيف الرئوي يعني هو بيتنفس الهواء بواسطة الرئتين هذا الجهاز أو جهاز التنفسي هو من أحد الأجهزة المهمة بجسم الإنسان رح نتعرف من شو بيتألف هذا الجسم أو هذا الجهاز كيف بتصير عملية التنفس وكيف منحمي هذا الجهاز أو جهاز التنفس لازم نعرف أنه التنفس هي عملية مستمرة بتصير بالليل وبنهار يعني إحنا وفيقين إحنا ونامين بدون ما نفكر فيها فزنية عملية لا إرادية وما بيقدر الإنسان يتخلى عنها وهيدي العملية بتساعد الرسم أنه يتزود بالغازات اللازمة للحياة ويتخلص من الغازات غير اللازمة لنتعرف على أعضاء الجهاز التنفسي يعني بدي شوف أنا مسار الهواء لما بدي أتنفس من الأنف وبالحق مسار الهواء فإذن يدخل الهواء من الأنف ينتقل إلى الجيوب الأنفية بعدها إلى الحنجرة إلى القصبة الهوائية وبعدين بتتفرع القصبة الهوائية إلى شعبتين شعبة بتروح باتجاه الرئة اليمنى وشعبة بتروح باتجاه الرئة اليسرى بعدين هايدي الشعبة بتتقصم لفروع أصغر نسميها شعيبات هايدي الشعبات الهوائية تنتهي تنتهي أخر شيء بأكياس هوائية هايدي الأكياس الهوائية نسميها الحويصيلات الهوائية يعني إذا بدنا نحن نشوف شكل الرئة هي بيكون مثل السفنجة وفيها كتير من الفروع وبالأخير تنتهي بالحويصيلات الهوائية الأنف معبر الأمان هم نلاحظ أن التنفس من الأنف يكون أسلم من التنفس عبر الفم ليش؟ لأن الأنف مهيئ لأنه يكون عضو من أعضاء التنفس لأنه بيحتوي على شعيرات ومادة مخاطية تنقي الهواء من الغبار أيضا في عندي الجيوب الأنفية نحكينا عنه هون الجيوب الأنفية تساعد بي ترطيب الهواء وتعديل درجة حرارته قبل أن يصل إلى الحنجرة لأنه إذا بنتنفس مباشرة من الفم رح يوصل الهواء إلى الحنجرة مباشرة إذا كان الهواء بارد أو كان ساخن أو كان جاف هذا الشيء رح يأثر على الحنجرة مباشرة كرمال هيك رح يمر بهذه المراحل عبر الأنف والجيوب الأنفية لكي يتم تعديل هذا الهواء وتنقياته من الغبار كمان نتعرف على أحد أعضاء الجهاز التنفسي وهو كمان يلعب دور بجهازين شفناه قبل بالجهاز الهضمي اللوهات اللوهات عنده وظيفة بعملية البلع وأيضا هي تغلق فتحة القصبة الهوائية لكي تمنع الطعام من الدخول إلى القصبة الهوائية يدخل الهواء من الأنف حيث ينقيه من الغبار بواسطة الشعر والمادة المخاطية بعدها ينتقل الهواء إلى الجيوب الأنفية حيث ترطبه وتعدل درجة حرارته بعدها ينتقل إلى الحنجرة ثم إلى القصبة الهوائية وبتتفرع بدورة إلى شعبتين واحدة بتروح على الجهة اليمنى وواحدة بتروح على الرئة اليسرة وبعدين بتتفرع هذه الشعبة إلى آلاف الفروع أو مسميهم الشعبات الهوائية والتي تنتهي بالحويصلات الهوائية بالنسبة للحويصلات الهوائية خلنا نشوف هناك بسير إذا ملاحظ هذه الصورة ملاحظ أن الحويصلات الهوائية محاطة بالأوعية الدموية وعن نلاحظ أن عددها كبير بالرئتين فإذا الحويصلات الهوائية هي عبارة عن أكياس هوائية محاطة بالشعيرات الدموية جدرانها رفيعة تسبح بتبادل الغازات فإذا الحويصلات الهوائية جدرانها رفيعة وأيضا هي محاطة بالشعيرات الدموية وأيضا هي عند عدد كتير كبير ما يزيد بنسبة المساحة المتاحة لتبادل الغازات فإذا هذه الخصائص الموجودة عند الحويصلة الهوائية بتسمح لأنه يصير في عنا تبادل الغازات على مستوى الحويصلات الهوائية شو بيصير على مستوى الحويصلة الهوائية؟ منلاحظ هون في عندي الحويصلة الهوائية وهي محاطة بالأوعية الدموية هون في عندي دم غني بثاني أكسيد الكربون وبعدين بيطلع وبصير دم غني بالأكسجين كيف بتصير هذه العملية؟ منلاحظ أنه الأكسجين ينتقل من الهواء الموجود في الحويصلة الهوائية إلى الدم بصير الدم غني بالأكسجين وينتقل ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء الموجود بالحويصلة الهوائية وهيك بتخلص الدم والجسم من ثاني أكسيد الكربون ونتخلص منهم عبر عملية الزفير هون إذا بنشوف شو بصير في عندي تغيرات على مستوى الصدر والحجاب الحاجز عند الشهيك تلاحظ معي هون لما يدخل الهواء إلى الصدر معناته هون الرئتين راح تزيد حجمه فمنلاحظ أنه الصدر راح يرتفع والحجاب الحاجز راح ينخفض فهيك بتكبر الحجم اللي ممكن أنه يستوع بهواء بالرئتين هون بالعملية بالعكس إذا بدأت خلص من الهواء أو بدأعمل عملية زفير فبلاحظ أنه الرئتين راح تنكمش والحجاب الحاجز راح يرتفع والصدر راح ينخفض فإذا بهذه الطريقة بكون الصدر والحجاب الحاجز عم يلعب دور بعملية الشهيق والزفير فإذا بالشهيق راح يصير في عندي ارتفاع للصدر وانخفض للحجاب الحاجز هيك نشان نكبر حجم المتاح للرئتين وبالنسبة لعملية الزفير عم نطلع الهواء لبرة عم نتخلص من الهواء عم تنكمش الرئتين فبيضغط الصدر والحجاب الحاجز على الرئتين وبتصير عملية الزفير فإذا تترافق عملية الزفير بارتفاع الحجاب الحاجز وانخفض الصدر فإذا هذه الزفير بارتفاع الحجاب الحاجز وبالخفض الصدر أما الشهيق راح يصير في عندي ارتفاع للصدر وانخفض للحجاب الحاجز هون كمان عملنا هذه التجربة وبتساعدنا أيضا حتى يقدر من خلالها استنتج وظيفة الحجاب الحاجز هون نحن لما نشد الغشاء المطاطي منلاحظ أنه صار فيه انتفاخ لهدول البالونات أو البالونين وهذا الشيء بأكد لأنه انخفاض الحجاب الحاجز بيؤدي إلى ملء البالون بالهواء نفس الشيء عم بصير عند الرئتين لما ينخفض الحجاب الحاجز عم تنتلع الرئتين بالهواء يعني في عملية الشهيق وبعد الرئتين يعني شو بصير بالأكسجين بعد ما يصير في عنا تبادل ويروح على الدم ينتقل الأكسجين من الرئتين إلى الدم الدم بيوزع على كافة أنحاء الجسم وبيعطيه لخلايا الجسم هذه الخلايا بتستعمل الأكسجين وكانت أخذ قبل المواد الغذائية من الأمعاء الدقيقة بالدرس السابق وبتستعمل هذه المادتين يعني الأكسجين والمواد الغذائية ومن خلالهم بتأدي إلى إنتاج الطاقة الطاقة اللازم أكيد للنشاط ولحياة الإنسان هذه بينتج عن هذه العمليات بينتج عندي فضلات ملك ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بتخلص منهم عبر الرئتين بعمليات الزفير وقاية الجهاز التنفسي فإذاً هذا الجهاز عرفنا أنه مهم وحيوي بحياة الإنسان فهذاً لازم نحافظ على سلامة هيداء الجهاز فإذاً أولاً يجب أن نتنشق الهواء النظيف يعني نبتعد عن مصادر التلوث مثل الحرائق المصانع دخان السيارات بعدين اللجوء إلى الأماكن الخضراء مثل الحضيقة أو الغابة وأكيد الاهتمام بالبيئة وزراعة الأشجار أيضاً ممارسة الرياضة مفيدة الحد من انتقال الأمراض التنفسية لبس كمامة عند مخالطة مرضى وأعتص وأسعل في منديل إذا كنت مصاباً بالزكام لكي أحمي أصدقائي وعائلتي والمحيطين به الابتعاد عن التدخين والمدخنين وأنشر الوعي في محيطي عن مدار التدخين وخصوصاً مدار التدخين على الأطفال الصغار ترجمة نانسي قنقر